الى ان البلد المستضيف هو المغرب وطبعا تعرف في المغرب ما يقال عن تأثير فوزي القجاع في دولي بالكاف وغيره هنا كاين بزاف اعراء كاين اللي يقولوا باللي تم تأجيله من 2025 الى 2026 لان المغرب غير جاه ايوة معك موزي من كوكب لالة ساعتك انا عندي خبر بقى حصري ها محدش يعرفه خالص غير كوكب لالة بس لانه كوكب لالة بس هو اللي طلع الخبر ده ايوة ان احنا تم تأجيل كاس الامم الافريقية اللي هيقام في المملكة المغربية رسميا ايه الاسباب بقى اكتب لي عندك الاسباب يا واد السبب الاول عدم جهزية المغرب وعدم امان الملاعب وعدم وسوء التنظيم اي ركز لي على سوء التنظيم دي ها بالضبط كده اه ولقى اه الفيديو ده مش في المغرب لا مين اللي بعث الفيديو ده انت بعثت الفيديو ده انا ما قلت لكش ابعت الفيديو ده ده من عندنا احنا في الجزائر شيري الفيديو ما شلوش تفضل يا فندم تفرج تفرج لا ده الأولاد كانوا بيلعبوا بس شوية شيل الفيديو ده محمود عدم جاهزية الملعب في المغرب لا اللي انت شفته ده كان مشهد كوميدي مشهد تمثيلي كوميدي كنا بنمثل مشهد عدم جاهزية الملعب في المغرب البطولة ما تأجلتش ولا حاجة واسكت خالص انا حبيت بس اقول المعلومة يعني سافروت الكاف بينفين اللي بطولة تأجلت الله لازم تحرجونا يعني طب يا فندم انا بستأذن المكالمة يععتبرها ما تقلتش باعتبر الكلام اللي انا قلته ما تقلش كله لا انا حبيت اطلع اضحك عالناس كده بس ما مشيتش معايا يعني الكافة ضحني متشكر او يا فندم اه لا المغرب هينظم طبعا اه ممكن نلعب كمان في الصحراء المغربية ده احنا الله يكون فعولنا في الكام 25 ده طب استأذننا انا بقى عشان شاكلي بقى وحش ها محمود الفيديو اللي عندك اللي فيه العلل اللي بتكسر ده لان الله في كوكب لالا طالعين في الاعلام عندهم يقولوا ان المغرب خلاص البطولة هتتأجل او هتتلغي عشان المغرب مش جاهز روح الكاف مديهم واحدة على طول في المقص قال لهم لا البطولة ولا هتتأجل ولا حاجة وما فيش الكلام ده خلص مغرب اللي مش جاهز يا باش لا الحمد لله جاهز بإذن الله اطلع انت منها بس يعني انت تركز في حالك وفي اللي انت فيه وملكش ضعب المغرب وكفاية كلام عالمغرب بس كده عشان انا ما تكلمش عليك منتزعلن ان انا بتكلم عليك اسكت تكلمش على المغرب وانا مش هتكلم عليك اي رأيك نتكلمه اليوم على معدلات النمو اللي من وجدوهاش اليوم في اوروبا من وجدوهاش في اسيا 4.1% نتكلمه على ناتج داخلي خام اللي حيوصل 300 مليار دولار واحسن من اوروبا واسيا اسيا اللي فيها اليابان اسيا دي اسيا دي ولا اسيا تاني عشان انا بس عايز افهم حضرتك اسيا اللي فيها اليابان طب واوروبا اوروبا اللي فيها المانيا هي دي نفس اوروبا وفيها بريطانيا لا حاول ولا قواتة الا بالله وسويسرا لا حاول ولا قواتة الا بالله احنا اللي ننلافكة وكبلالة اهو دي انا مش اعلق عليها دي انا حب اسيب المغرب يعلقوا عليها ليه لان احنا زي ما احنا بيطلعوا يقولوا حاجات ويركزوا علينا احنا وعلى الطعمية والفول بتاعنا والحاجات دي احنا كمان يا حبيبي ممكن نركز عندك على عجاب بتتقل كده نطلعها لك يعني نحطك على المسرح فأنا حطيتك على المسرح وهسلمك فاحنا لنا الله في كوكب وده يعني ده من أغرب الفيديوهات اللي شفتها في 2024 الأرقام اللي بتتقل ده 300 مليار دولار ايه ده منين ما نجيبه من ده ايه ده ايه الرقم ده حضرتك ده الرقم ده يبني دولة ايه الرقم ده يا فندم لنا الله في كوكب اعتراف بقى يعني الفيديو اللي فات انا حطيت لكم انهم قالوا انه المغرب هو المخطط وهو سبب في هزيمة منتخب الجزائر امام غينيا صح احنا شفنا ده كلنا في الفيديو اللي فات طب تعالوا بقى نشوف انهم بينقضوا نفسهم بص يا باش مكسة حقيقية كانت منطلرة كانت استفاقة وكلنا نسناه وجه مغاير ولكن يوم يعني شفنا اشباه لايبين بس حضرتك زميلك ما اكدين لي انه المغرب هو السبب زميلك الصبح في فيديو قالوا انه رورا ورئيس الاتحاد الجزائري اتفق مع فوز لقجع عشان منتخب الجزائري يتغلب او الله يقاله كده وصوفيا باتمان قالت كده فانا مش عارف مين بقى فيه كل صح او مين فيه كل بيقول الحقيقة انا مش عارف حضرتك هل فيعلى منتخب الجزائر عنده مشاكل في التاكتيكس وفي امكانيات اللعيبة والكلام ده ولا رورا ومتفق مع فوز لقجع يا ريت تتفهموا مع بعض وتقولوا انها توصلوا لايه عشان احنا نرد على اساس اللي انتو هتقولوها لانا الله في كوكب لا الله اللي عايز اقوله انه انبارح لما قلت مبروك لمنتخب المغرب دخلت بعض التعليقات الجزائرية تقول لي كل عيش معرفش اكل عيش يعني ايه لما بارك لمنتخب المغرب ليه باكل عيش معرفش يعني انا ببارك لمنتخب المغرب فمعرفش ايه اكل العيش في كده ولكن برضو لقيت انه في بعض اخوتي المغربة مثلا بيتكلموا على التاكتك بتاع منتخب المغرب او ان الاداء مكانش كويس اوي اللي عايز اقوله انه بالزاد في المتشاب بتاعت المتخبات الافريقية دي النوعية دي عارف انت لو بتلعب كود ديفور عارف لو بتلعب نايجيريا هتلاقي الاداء احسن صدقني لانه دايما المتخبات اللي هي صف تاني او صف تالت زي منتخب زنبيا زي منتخب بوركينا فاس يعني برغم قوتهم اللي معروفة انه هم منتخبات مش ضعيفة ولكن برضو في نفس الوقت انت بتلعب فريق مش ايه مش كلاس ايه في افريقيا فبالتالي بتشوف بعض الاداء اللي فيه سنة عشوائية من الفريق اللي قدامك صدقني اصعب فرق تلعبها الفرق اللي تلعب ما عندهاش مدرسة معينة بتلعبك بيها فانا بالنسبة لي ده وجهة نظري انا شايف انه المهم انه منتخب المغرب ومنتخب مصر يحققوا المطلوب ان احنا نتأهل لكاس العالم وبعد كان نبتدي نرتب اوراقنا وانك تلعب منتخبات بتلعب في كاس العالم وده مختلف تماما عن لعب التصفيات بتاعة افريقيا صدقوني القصة هنا بتبقى حتى انا كمدير فني عشان اعمل تاكتك بواجه عشوائي انا بواجه عشوائية فهعمل التاكتك بتاعي وبواجه الناس بتلعب عشوائي فبقى الموضوع فيه شوية الاداء غصبة عننا بيبقى باهد او غصبة عن المنتخبات بيبقى باهد لكن انا اللي عايز اقوله ان انا ببقى مصورة انا شايف منتخب المغرب يعني ماشي انا مش بتكلم على الاداء وكده بس والله بحب اشوف منتخب المغرب زي ما بحب اشوف منتخب مصر تماما في نهاية الفيديو بالتوفيق ان شاء الله المنتخب المغرب في المباراة القادمة والمنتخب مصر ان شاء الله ونفرح ونحتفل بالصعود لكاس العالم باذن الله مع بعض في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزيب حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لنا الله في كوكب لالا وكلامي عن المنتخب المغربي او الاداء ده بحب يعني ممكن انت يكون عندك وجهة نظر ان الاداء مش حلو انا كل اللي بقوله مش بعرضك كمغربي لا بالعكس ده منتخب بلدك طبعا انت عايزوا يلعب حلو بس كل اللي بقوله انه اهم حاجة عندنا نوصل للهدف وبعد كده نفكر بعد كده فيما هو قادم وشكركم مرة اخرى والسلام عليكم انا الاحمر والنجمة الخضراء انا اسد الاطلس انا مالك الصحراء وسيدها انا قلب الاسد هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم انا مبتع القفطان ومبتكر الزليج انا من كسرت شوكة العثمانيين انا تاريخ كبير انا القوي العتيد انا القريب والبعيد انا الكرم والجود انا الاحمر والنجمة الخضراء انا المغرب انا انا ادت المشاهدات ومبتع لك من المشاهدات انا انا temperatura انا انا لا انا انا اخی Viktور انا 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 اعجل senhor اشتركوا في القناة